دولياً وفي تطورة الوضع بفلسطين المحتلة يدخل العضوان الصهيوني على قطاع غزة يومه الخمسين بعد المئة حيث كتف طيران الاحتلال غاراته على مدينة رفاح ومخيم جباليا مخلفاً شهداء وجرح غالبيتهم أطفال ونساء هذا وتشهد مدن ومخيمات الضفة الغربية حملة اقتحامات بكل من نابل سطول كرم وجنين وراملة وقلقيليا وعلى الصعيد السياسي من المنتظر أن ننظم ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك عمار بن جامع بعد غد الأربعاء بمقر الأمم المتحدة لقاء غير رسمياً لتبادل المعلومات لفائدة الممثلين الدائمين للبلدان الأعضاء في مجلس الأمن الدولي مع مجموعة من أفراد العائلات الفلسطينية من ضحايا غزة إلى ذلك دعت اليوم نائب رئيس الأمريكي المحتل الصهيوني إلى وقف عدوانه فوراً على قطاع غزة والسماح بزيادة دخول المساعدات لتخفيف ما وصفتها بأنها ظروف غير آدمية وكارثة إنسانية يعيشها الفلسطينيون في القطاع